تابعيننا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقريرنا اليوم عن أنواع الغزلان هاي الغزلان اللي خلفي ان شاء الله راح نشوفها ونتابع أنواعها حديثنا اليوم عن الغزال والغزال هو حيوان ثدي يوجد في صحراء جنوب غرب آسيا وفي أفريقيا حيث حشاء سشسافانا وصحراء شمال أفريقيا كصحراء الجزائر وصحراء ليبيا ويتواجد أيضا بالمغرب العربي بمنطقة سوس ومنطقة الكوف غرب مدينة البيضاء وله محمية هناك وهو ضبي النحيل معروف بجماله ورشاقته ورقته وقد تغنى الشعراء بصفات الغزال وأصل كلمة غزال عربية انتقلت إلى العديد من اللغات اللاتينية أما موطنه فيوجد ما يقرب من 15 نوع من الغزال تعيش على مساحات شاسعة شمال أفريقيا وآسيا ويعيش بعض الغزلان في الجبال ولكن معظمها تعيش في الأرض الرملية المنبسطة حتى قال الشاعر البدوي يلي ركب لي من الرمك من جيد خيل تشبه عريضة الجميلة بالوطاه وليا ركبها من الزلم فاهم دليل يقطع فيويا الخلية ما يبات ومعنى هذا يشبه الفارس يقول يلي ركب لي من الرمك الرمك الخيل من جيد خيل يعني من الخيل الجيدة تشبه عريض يعني تشبه استعراض تشبه عريض الجميلة بالوطاه والجميلة هي الغزال والوطاه هي الأرض المستوية واللي ركبها يعني اللي يركبها من الزلم من الرجال فاهم أي ذكي دليل أي دليل في الأرض يعرف الأرض ويعرف الأرض التي يقطعها يقطع فيويا الخلية ما يبات والفيويا يعني جمع فيافي وهي الصحاري والخلية هي الصحراء والوصف للغزلان فللغزال عينان واسعتان سوداوان وللذكور والأناث قرون سوداء ملساء ومنها ما لها قرنان بحلقات متدرجة حولهما وعادة ما يكون القرنان على شكل حدوة الحصان وللغزال أذنان طويلتان نحيلتان مدببتان وذيل قصير وشعره قصير وناعم وعلى ركب بعض الغزلان خصل من الشعر ويميل لون ظهر الغزال في بعضها إلى البني الفاتح ويتدرج إلى خطوط بنية داكنة على الخاصرة ويكون لون البطن أبيضا خالصا والغزال عداء سريع وتستطيع بعض الغزلان أن تسبق حتى الكلب السلوقي السريع ويعيش في الصحاري من شرق المغرب إلى أواسط الهند وجنوبا إلى الصومال حيث النباتات متنافرة وقصيرة ويقتل الصيادون الذين يتجاهلون قوانين الصيد المئات من الغزلان سنويا بينما يرى المنادون بحماية البيئة إن منع اصطياد الغزال يمكن أن يحفظ بعض أنواعه من الانقراض وفي بعض الدول العربية ومنها السعودية ودول الخليج والعراق وبعض الدول تلقى محميات الغزال اهتماما متزايدا وتسعى هيئة حماية الحياة الطبيعية والبيئية إلى إنماء الأنواع خوفا عليها من الانقراض خاصة وهو من الحيوانات التي لها تأريخ عربي طويل وخصوصا في منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا التي تعد مرعى طبيعيا لمثل هذه الحيوانات النادرة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تقريرا مفيدا عن هذه الحيوانات الجميلة نتمنى لكم متابعين الخير والصحة والعافية ونقول لكم مع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر